نعضى ليفربول فوز مهم جدا على منشستر سيتي 3-2 في مباراة كبيرة رائعة جدا ليفربول صعد لنهاء هذه البطولة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على منشستر سيتي المباراة خلست 3-2 وواحدة من المباراة الكبيرة جدا منشستر سيتي ما كانش بتشكيلة أساسية أو معظمة من الاحتياطيين وإن كان الاحتياطي منشستر سيتي زي الأساسي حارس كان الاحتياطي مش إيدرسون الواقف النهاردة 3 أهداف سجلهم ليفربول كنته بضربة رأس مكررة من ضربة ركنية في ديئة 9 تقدم ليفربول ثم سجل ساديو مانيه هدفين في ديئتين 17-45 وبعد كده عدل سيتي عن ضريق جريلش وسيلفا في ديئتين 47-90 فوز مهم جدا ليفربول ليفربول الذي يبحث عن السوداسية هذا الموسم يقدم أداء راعة جدا مع الدول الإنجليزي ومع كاس الحل الإنجليزي وكان فاز بكاس الرابطة عنده دوري أبطال أوروبا وعنده كاس عامل أندي وعنده السوداء الأوروبي ممكن يحقق إنجاز تاريخي إن شاء الله كل التوفيق ليفربول والتوفيق بالتأكيد مرتبط بلعامنا المصري الكبير محمد صدح